إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إخوة الإيمان والإسلام في إطار التعاون بين إذاعة القرآن الكريم ووزارة الأوقاف المصرية تقلق إذاعة القرآن الكريم مسابقة جديدة تحت عنوان من بلاغة القرآن الكريم تهدف المسابقة إلى بيان أحد أسباب إعجاز القرآن الكريم وهي بلاغته من حيث فصاحة مفرداته ومتانة نظمه وانتظام دلالته ودقة تعبيره المسابقة لها جائزتان يومية قيمة كل جائزة 1500 جنيه تبدأ إذاعة أسئلة المسابقة ابتداء من يوم الجمعة بمشيئة الله تعالى التاسع والعشرين من شهر الربيع الآخر الموافق الأول من شهر نوفمبر من عام 2024 من الميلاد وذلك في السابعة وخمس وثلاثين دقيقة صباحا وتعاد قبل أذان المغرب ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك المسابقة إعداد الزميل أهمر والنجار تقديم الزميل إسماعيل دويدار